بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قراءة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين واللي موجودين دلوقتي بيشوفونا في الفيديو هنتكلم عن توقعات قالتها ليلى عبداللطيف لبعض الدول العربية توقعات مهمة خاصة بيهم في 2021 وفي الشهور القادمة اولا بتتكلم عن لبنان وبتقول انها شايفة الاخوة سعد الدين الحريري وبهاء الحريري ما بش بتخلوا عن بعض وايا من الاثنين هيعملوا لصالح لبنان بهاء الحريري حاليا بيلعب دور السياسي في لبنان ويوما ما لكني مش شايفها كرئيس للحكومة اللي شايفها رئيس للحكومة هو سعد الحريري ومن 2009 وانا حتى فروسي ان سليمان بيك فرنجية للرئاسة ولن اغير توقعي اما بالنسبة للبترك الماروني بشر الراعي والمفتي داريان يجب عليهم هما الاثنين ان هما ينتبهوا على صحتهم في 2021 والبترك الراعي هيكون ليه الدور الابرس في السياسة وهتبتسم عام 2021 للجنرال جون اهواجي وهيطلع براءة من الاتهمات الموجهة ليه وايضا اتكلمت على ان السعودية هيكون لها الدور الاقوى وولي العهد محمد بن سلمان هيكون هو الرقم الاصعب وهيكون هو اللي بيشتغل على صعيد دولي اما رئيس تركيا عليه عقوبات وشايفة مظاهرات كتيرة في تركيا وفوضى وولي العهد هيكون رقم واحد في المنطقة العربية والدولية وكل الدول محتاجة شخص زي ولي العهد محمد بن سلمان ولا اتوقع انقلاب ضد شخصه بل الكل يقول كلنا محمد بن سلمان وان شاء الله السعودية ماشي في طريقها انها تكون اوروبا التانية لكن العكس تماما كان تركيا انها ماشي في طريق الفوضى واردوغان فيه تغيير كبير جدا هيحصل له وممكن بعدين مش لازم في الفترة الحالية والتغيير ده بسبب من الناس المحطين حواليه اما عن ليبيا فسيف الدين الاسلامي شعبيته بترجع تقوى وبيلف حول القبائل الليبية وان ليه دور كبير جدا في حكم ليبيا وايضا قال مبارك ما خلص دورهم ولكن لم تؤكد عودتهم للرئاسة بالنسبة ان 2021 شايفها اسوأ بكتير على العالم من 2020 فين في اوروبا وفي امريكا خصوصا ليهم لان الوضع الاقتصادي الاسف سيء جدا بالنسبة لامريكا واوروبا وبالنسبة للدول العربية سيء ايضا ولكن ليس بدرجة امريكا واوروبا اما عن لبنان من شهر ستة هتبتدي يعني تتحسن شوية للاحسن شهر اللي جاي والدول العربية هتبتدي تساعدها في الخروج من تلك المحنة وقالت ايضا احنا هنخلص من كورونا لكن للأسف مش هنخلص من الكمامة والمعاقمات او التطهير مستمرين في استخدامه واللقاح لبعدين هيكون فعال لكن فيما بعد ممكن على السنة الجديدة هتكون الموضوع افضل واحسن بكتير من اللي احنا عايشينه حاليا وبرضا تكلمت عن المشهد الايطالي بتكرر تاني للأسف مش في ايطاليا ولكن زي ما انتم شايفين اتكرر في الهند المشهد الايطالي اللي هو ناس كتير بتموت وما فيش اي ادوات صحية موجودة والاجهزة بتتسلم الناس عايشة علشان تنقذ ناس تانية شباب وبيتخلوا عن خبار السن ان خلاص الدنيا عندهم بتنهار وايضا بتقول ان في عدد من الرؤساء هيصابة بكورونا ان كان عرب او اجانب وللأسف في منهم هيخف وفي منهم مش يعني لأسف في ناس منهم مش هتخف وفي منهم هيخفوا طبعا لكن حتى اللي مش هيخفوا دول حتى لو اخدين لقاح ممكن ما ينجوش منهم وايضا هي قلقانة جدا على الشهر تمانية برضو من نفس الشهر ممكن تتجدد مظاهرات داخل لبنان مطالبين بحق الضحايا قصر انفجار مرفق بيروت اللي كان فيه اربعة تمانية السنة اللي فاتت وايضا اتكلمت ان الانفجارات موجودة والاختيالات ولكن ليست بقوة انفجار مرفق بيروت وشايفة حرب وفوضى وايضا محاولات اختيال وهي اخدت عادة عن نفسها لانها ما تقولش اي اسماء حد لانها بتخاف لان بسبب لما هي توقعت اختيال العميد الفسامي الحسن داخل لبنان وحصل بالفعل تم القبض عليها والتحقيق معاها ولكن عرفت ازاي فقالت دي توقعات فمن ساعت اخدت عادة عن نفسها لانها ما تقولش اسماء اي حد ممكن يحصل له محاولة اختيال علشان ما تبتش عليه واتكلمت وقالت لاول مرة في لبنان ارى ملفات الفساد والمحاسبة ستنطلق من الشارع تجاه القضاء وفي ناس كبيرة ورقوس كبيرة هتتحاكم في قضايا فساد وفي ناس تانية هتهرب وهنشوف وزراء في السجون وفي وقت قريب لكن غير محدد وفي زعمات لبنانية هتختفي عن الساحة و2021 هي سنة الحرائق المفتعلة على الاماكن المقدسة على الجوامع وعا الكنايس وفي شخصيات سياسية وفنية واعلامية اللي بنشوفهم موجودين في 2021 مش هنشوفهم موجودين في ناس هتهرب في ناس بزمة الله حوالي 20 شخص لكن رفضت طبعا تقول الاسماء زا ما احنا كلمنا عن السبب من حوالي دي واتكلمت ايضا بالنسبة عن توقعاتها لسوريا قالت انها هتتعافى من الازمة اللي هي فيها وشايفها مصالحة ما بين سوريا والعداب الاسرائيلي وتطبيع في العلاقات بس في اعتقادي او رأي الشخص مش هيحصل دلوقتي بعدين نظرا للاحداث اللي كانت حصلة في فلسطين وايضا اتكلمت عن حاجات كتير جدا عن ايضا اه بتقول انا بحب اتفقل للبنان وان شاء الله الموضوع اللي فيها هيخلص وهتبقى احسن من الاول وكمان اه اتكلمت ايضا عن حاجات مهمة جدا انها بتتوقع لبايدن وترامب خايف عليهم صحيا في الفين واحد وعشرين والنسبة لترامب شايفة في المستشفى ايضا وكمان حاجات كتيرة جدا من التوقعات لازم ان نقولها لكم وكانت نصيحة بان الناس تتدخر فلوسها دهب انها شايفة العالم هيعملوا بنوكل الدهب وممكن مشكلام ده دلوقتي بعد اربع خمس سنين او حتى عشر سنين وبالنسبة كمان انها تعرضت لاكتر اه من تهديد عمتا بسبب التوقعات اللي بتقولها لكن من ضمن برضو التوقعات اللي تكلمت عنها ان في مؤامرة خارجية بمساعدة داخلية تطول احد الرؤساء وصنالها انجاز قادم لشعبة المعلومات وهز ارضية تضرب حوض الشرق المتوسط تسبب الهلع والخوف وغيرها وغيرها من التوقعات اللي هنقولها ان شاء الله في خلال الفيديوهات اللي جاية ما تنسوش يشتركوا معنا وتفعلوا جرس التنبيهات وتقولونا رأيكم في التعليقات ولو عجبكم الفيديو اعملوا شير ولايك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس شكرا واستنونا فيديوهات اكتر على قناة مساء الاخبار واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد وفي نهاية كل الفيديو زي ما احنا متعودين بنذكر بعض اسماء الناس اللي كتبت تعليقاتها واراقها عن الفيديوهات بتاعتنا اه زي الفيديو اللي كنا بنزلينه نهاردة الساعة تمانية الصبح عن مايك فغايل وتوقعاته لو ما تفرقتوش عليه يا ريت تشوفوه من دمن الناس اللي كتبت الاستاذ بوعبد الرحمن الدسري واكاونت باسم الامل الخليج اهلا بحضرتك وفريد فاني وكامل من الجزائر اهلا بيك يا استاذ كامل ومنال فرج اهلا بحضرتك من المتابعين الدائمين معانا واكاونت باسم وولف اوف داركنس ومحمد الخطري من اليمن وردية من الجزائر اختنا حبيبتنا اللي بتكتب لنا دايما وانينات غومي وايضا اه الاستاذ بالقاصم احمد من تونس من المتابعين الدائمين معانا وعامر اه ماما وايضا وارد القرنفل واحمد العمري وكيو وارد بيوت وكمان اه اكاونت الغريب الغريب اختنا من العراق حبيبتي ومانيلا ميمو وكمان اه اكاونت باسم مستر اوكي وكارمن كراميلا دايما بتكتب معانا على قرارات مساء الاخبار وايضا اه في ناس كتير الحقيقة كاتبين اسمائها لكن الاسف الاكاونتات تبقى مكتوبة ساعات بلغة الفرنش او بلغة مختلفة عننا فبقاش عارفة الاسم بالزبط اسمه ايه بس اهلا بيكم معانا وشرفنا جدا اه تعليقاتكم ووجودكم معانا في القناة شكرا واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات اكتر واستمروا دايما في كتابة التعليقات ومرحبا بيكم معانا على قرارات مساء الاخبار اشتركوا في القناة